انخفاض في عدد الزيجات بين الكويتيين دونته سجلات وزارة العدل فيما رصد ترويقة المحاكم تزايدا في حالات الطلاق وغالبا في سن مبكرة أسباب الطلاق تنوعت بين عدم قدرة الزوجة على إدارة الخلاف مع الزوجة وأسباب أخرى سخيفة كما وصفتها أحدى المحاميات كما كان لوسائل التواصل الاجتماعية دور كبير الأسباب في تقرير ابتسام رمال حالات الطلاق في الزياد والأرقام تتحدث عن زيادة وصلت إلى مئتي حالة مقارنة بين العام 2016 و2017 على أن الأسباب الثانوية هي الغالبة والمؤدية إلى أبغض الحلال لقينا هالسنة عدد حالات الزواج بين الكويتين انخفف عن 2017 نتكلم عن 2017 انخفف بعدد 300 أربعمية حالة والمفروض أنها تزيد لأننا مع مرور سنوات تعداد السكان قاعد يزيد فهذا مؤشر يعني ثم لقينا عدد حالات الطلاق قاعد تزيد فعندنا انخفاف في الزواج وارتفاع في الطلاق فلقينا حالات الطلاق في عام 2016 كانت بين الكويتين وكويتين أربعة آلاف وثلاثمية حالة فلقينا في عام 2017 أربعة آلاف وخمسمية حالة طلاق إذا أنا ما عرف إشلون أدير الخلاف بيني بين زوجتي هالخلاف راح يكبر وبسبة العناد ممكن أحنا نتخلى عن كل شيء بس أنا أمشي اللي براسي وهي اللي تمشي براسها إدارة الخلاف شنو إدارة الخلاف باختصار متى أنا أصعد متى أنا أتنازل متى أنا أمسك العصر من النص نقطة جدا مهمة أنا اللي لقيتها في الناس من خلال القصص اللي تمرني وأنا أشتغل في المحكمة الطريقة المثلة الغالبة هي التصعيد عند الخلاف أما أروقة المحاكم فتضج بحالات الطلاق بين فئة الشباب ولأسباب غريبة وحتى مضحكة وعلى رأسها الأمور المادية نسبة الطلاق وايد زادت أكثر من السنة الماضية شهرين بتزوجها وهي قبلت في هذا الزواج ورضت بكل شروطة بعد الشهرين اختلف الأمر الزوجة أحيانا تعتقد بأن الزوج ملزم بالكماليات كيف هو الزوج ملزم بمأكل والملبس والمسكن أي شيء آخر يعتبر كماليات حتى العمالة المنزلية التي نطلبها بالمحاكم كماليات هذا ما جرى عليه العرف وليس قانون السائق والسيارة كماليات عبي تشتري لي ماركات مثل جنتكم أو مثل جارتي أو مثل أختي زوجها شاري لها أشياء سخيفة تطلبها أحيانا الزوجة تخلي الزوج يطفر ويطلع من طوره وصلنا لي مرحلة ما وداني المول طلقني نعم ما وداتش المول طلقني خوطي السيلف سيارتش روحي المول حتى الزوج اليوم يطلب أشياء من زوجته ما تشي العقل يطلب منها مبالغ أحيانا يطلب منها أول ما يوظفها طقي لي قرض ما يصير أكيد رح تطلب الطلاق السوشيال ميديا السبب خراب البيوت البنات يطالعون الماركات يبوني قلدونهم بل يعرضونهم الشباب بالسناب يطلع مني مني ويكون وراء بلاوي المرطيح عليه بالسناب هذا وينصح الخبراء بمعرفة إدارة الخلافات الزوجية ومعرفة أساليب التعامل مع المشكلة وعدم التصعيد ابتسام رمال الراي